هذا الدعاء لإزالة الهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم أمته أن تتعلمه والذي لم يتعلمه بعد قد جنى على نفسه أعظم الجنايات وجعل الهم يسكن قلبه والفرج يبعد والفرح يبعد والغم يسكن ما هو هذا علمه أمته ما هو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمكك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي